اشتركوا في القناة والصمود للإسعافة الأولية والذي من مواجهة ما يحدث من عدوان جراء القصف على بلادنا دفعت الصمود للإسعافة الأولية شعار انتخذوا الحفل التكريمي الذي يقيم في ختام الفعالية التدريبية التي أكدت المشاركات فيها على تعزيز الصمود والاستمرار في إداء الرسالة الصحية رغم استمرار العدوان والحصار أنا درست الإسعافة الأولية لأنها أولا هي طموحي ثانيا لأن ننقذ الناس بعد أيدي الله لأننا تعرفين أن المستشفيات في حالات تعبه والظروف حكمت علينا لذلك درستنا انسعافة الأولية لكي ننقذ الناس ونساعدهم بما علينا وبما نستطيعنا وفيما يستمر العدوان السعودي وحصاره الجائر واستهدافه للمراكز الصحية والمستشفيات تتواصل رسائل يمنيين برفع الحصار على استيراد الأدوية وإنقاذ المستشفيات من الانهيار اليوم بتاريخ 8-8 تم في حفل الدفعة الأولى للإسعافة الأولية دفعة الصمود وهذه الدفعة من أهم وأجمل لحظات الدراسة أخذناها بعد العدوان السعودي تقارات معبرة تخللت حفل تكريم المتدربات والقائمين على الدورة التي هدفت إلى تعزيز المهارات في المجال الإسعافي والتمريض وإنقاذ الجرحى محمد العنتر الام اليوم صنع